قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بزيارة ميدانية إلى المؤسسة العامة للكهرباء بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن لمتابعة الإشكالات القائمة في خدمة الكهرباء مع تزايد الطلب والحلول العاجلة الواجب العمل عليها لتخفيف معاناة المواطنين وطلع دولة رئيس الوزراء على مستوى الانضباط الوظيفي في المؤسسة العامة للكهرباء في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك واطف في إداراتها واستمع إلى شرح حول المهام التي تنفذها والخطط الموضوعة للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في هذا القطاع الحيوي الذي يمس معيشة وحياة المواطنين وترأس الدكتور أحمد عوض بن مبارك اجتماعا لقيادة المؤسسة العامة للكهرباء للوقوف على الإشكالات المتراكمة في هذا القطاع والأولويات الموضوعة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع حلول الصيف وتحديد مواضع الخلل لمعالجتها والمسؤوليات والمهام أمام الوزرات والجهات المعنية بهذا الملف ووجه رئيس الوزراء بتشكيل خلية أزمة معنية بملف الكهرباء لمتابعة التطورات أولا بأول تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر وتحدد الإجراءات المطلوبة ومتابعة تنفيذها بما يمكن من المحاسبة أو يمكن من المحاسبة والمساءلة تجاه أي تقصير مؤكدا العمل على إيجاد مخزون مناسب من المشتقات النفطية للكهرباء والعمل بشكل تكاملي على تيسير نقل المشتقات ووصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن لتزويد محطات الكهرباء كما شدد على استكمال مشاريع الصيانة لمحطات الكهرباء بما يؤدي إلى زيادة قدرتها التوليدية واعتبار ذلك أولوية خدمية ومعيارا لتقييم أداء العاملين في قطاع الكهرباء إضافة إلى متابعة إدخال محطة التوليد بالطاقة الشمسية إلى الخدمة لافتا إلى تفاهم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين الكبيرة بسبب قطاعات الكهرباء وحرصها على إيجاد حلول مستدامة وعاجلة في هذا القطاع الحيوي وأهمية أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم والقيام بواجباتهم حضر الاجتماع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبد الناصر الوالي ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة اشتركوا في القناة